الكوميديا مش سهلة على قد ما احنا انتو بتضحكونا حاجات لذيذة ولطيفة بس على الورق احيانا بتبقى مكتوبة وبيتساب كل واحد بيطلع الحالة فالكوميديا مش سهلة اضحاك الناس مش سهل وفكرة انه انا حوصلها لك بكوميدي ولا هتطلع استذراف ولا هتطلع يعني هقول لا ما وصلتنيش فانت بتعيش الحالة دي ازاي عشان تعدي المراحل دي انا لو خدت منطق ان انا طالع ادحكك حط عدم تقيل وانت لو جاية لو ايه يلا بقى ورينها هتدحكنا ازاي دحكني انا جاهزة اهو لا تعال ادحك مهما لو تشقلبتلك مش هتحك غير لما وانت بتتكلمي هي ده الافية عامزة طلقت الرصاص دايما نقول ان الافية عامزة طلقة اتضربت مرة واحدة ما يفعش افضل اعمل فيها جدابة ده ما تقيل وما يفعش افضل ادوس على الافية واعمل كده في الافية هو خلاص الافية ترك اتضرب وجري وما يفعش تقول الناس ايه يلا جماعنا جاهد احاكوا يلا اتحاكوا لا لكن هو فيه كوميديا يعني فيه كوميديا انواع كوميديا كتير يعني فيه حاجة اسمها البلاك كوميدي من الدراما السوداء بيطلع دحك صحيح وفيه كوميديا الافية وفيه كوميديا الموقف كم بيعملها استاذ نجيب ريحاني لا الله ارحم الجميع طبعا كم بيعمل الانتقاد ده وهو ما بيتحكش هو نفسه بلستة بتضحك من المفرقة زي ما انت قلت المفرقة والحياة الصاريخة والحياة التعييسة يعني فيه مسلسل بتعرض من فتح على قناة ماسبيلو زمان اسمه ساكن قصادي طبعا المسلسل ده انتجيا تكلفته تلاتة ساغ لان هما شاقتين بلاتو شاقتين فوش بعض صح اتفرجي على الحلقات على المواقف الله رحمه استاذ يوسف عوف كاتب ورق عالمي عالمي مش هزار الافية فيه يعني انت معاك سناء جميل وهي سناء مش مصنفة متان سناء مش كوميديانة استاذ عمر حريم مش مصنف كوميديان بس اتفرجي على الافية من اتنين الكبار في السن دول لما بيعملوا حاجة بتقعي صحيح طيب هنكمل كلامنا بس قبل ما نكمل كلامنا عايز اقول لحضراتكم احنا بنحب الممثل لما بيقلد يعني عشان عندنا عدد من النجوم الحلوين طب تفتكروا مثلا فنان كبير زي احمد زكي بدأ ازاي شوية مشاهد لطيفة على المسرح بيقلد فيها يعني الميليجي يعني كذا فنان وعدة وبقى نجم النجوم من بعدها لبلبة لما بدأت في البداية كانت بتطلع على المسرح في الحفلات وتغني وتقلد وبتعمل بخفة دماء وبعدين غيرت تماما التقليد حالة احنا المصريين بنحبها جدا ترجمة نانسي قنقر